أكد صاحب السبو البلكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء استمرار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة بما يخدم المصالح المشتركة ومنوها سموه بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين وما يشهده التعاون الثنائي من تطور وتقدم على كافة الأصعدة جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصلك ضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق الركن ذياب بن سجر النعيمي رئيس هيئة الأركان اللواء بحري جاي كوتشار قائد الأسطول الغربي الهندي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارة المدمرة الهندية كوتشي آي أنسي التابعة للقوات البحرية بجمهورية الهند الصديقة للبلاد قد رحب سموه بقائد الأسطول الغربي الهندي والوفد المرافق ومؤكدا على دعم كل ما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة المتميزة التي تربط البلدين الصديقين تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك